بوتين يعلن انطلاق أكبر منورات بحرية استراتيجية مع الصين من 30 سنة ويعلن استنفار قوات أسطول الغواصات النووية في كامل أساطيل روسيا الستة ويتوعد قوات النيتو بقوات عسكرية هائلة والجيش الروسي يعلن القضاء على 11400 جندي أوكراني من القوات العابرة كورسك وناب أوكراني يتام قائد الجيش الأوكراني بالتضليل والكسب وإخفاء معلومات كارسية عن وضع أوكرانيا في دونباس وزيلينيسكي يذهب لأمريكا للحصول على إذن أمريكي باستعمال صوريخ باليستية أمريكية لضرب العمق الروسي تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرئيس الروسي بوتين يعلن بدء أكبر منورات بحرية روسية من 30 سنة تحت اسم منورات المحيط 2024 وقال بوتين إن المناورة الروسية هتشارك فيها الصين ويتكون واحدة من أكبر المناورات الأقصر تعقيدا في التاريخ حيث يشارك في هذه المناورة الضخمة الهائلة 400 سفينة عسكرية وغواصة و140 طيارة حربية روسية وتسعين ألف جندي روسي و7000 سلاح روسي متنوع يعني هرى بيض وهتشارك فيها الصين بأربع صفن حربية وغواصة وقال بوتين إن المناورة المحيطة 2024 هيشارك فيها كل أساطيل روسيا الستة في نفس الوقت أسطول المحيط الهادئ أسطول الشمال أسطول بحر قزوين أسطول بحر البلطيق أسطول البحر الأسود أسطول البحر المتوسط وكمان يشارك فيها القازفات الاستراتيجية بعيدة المدى الحاملة للصوريخ البحرية المضادة لحاملات الطائرات وقال بوتين إن أمريكا بتحاول تحافظ على الهيمنة العالمية والعسكرية والسياسية بأي تمن وبتحاول تستخدم أوكرانيا لكسر روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لكن بوتين قال إن ده مش هيحصل أبدا وإن الجيش الروسي بيواصل تدريباته العسكرية الكبيرة إسعدادا لتطورات مجريات الحرب في روسيا وأوكرانيا خاصة وإن هواته انطلاق أكبر منورة بحرية روسية استراتيجية زيلينيسكي بيستعد دلوقتي للذهب لأمريكا للحصول على إذن من بايدن بإستخدام صوريخ باليستية أمريكية لضرب العمق الروسي وغر العالم لحرب عالمية ثالثة روسيا عارفة إن أمريكا عجلا أو آجلا هتدل إذن لأوكرانيا لإستخدام صوريخ باليستية بعيدة المدى لضرب العاصمة موسكو وإستدف مطارات روسيا في العمق الروسي خاصة مع انهيار الجبهة في أوكرانيا تماما بالتالي أمريكا تحت تأثير هزيمة أوكرانيا وفشل عملية كورسك الفشل الكاريسي في كورسك هتدل إذن لأوكرانيا وزيلينيسكي باستعمال أسلحة أمريكية خاصة بعيدة المدى لضرب عمق روسيا وهنا روسيا بتصطبق خطوات أمريكا وبتستنفر قواتها البحرية والجوية وبتنفس دلوقتي أكبر منورة استراتيجية بحرية وجوية بتحصل في روسيا من 30 سنة روسيا رجالة بتستعد دلوقتي لحرب عالمية لأن مسألة ضرب موسكو أو استخدام أسلحة أمريكية باليستية لضرب العمق الروسي روسيا مش هتسكت عنها أبدا وهترد على أوكرانيا بشكل هائل وده يكون بداية التصعيد العسكري لبدء حرب عالمية ثالثة مع أوكرانيا والنيتو خاصة لو كاميلا هاريس فازت على الرئيس ترامب الأمريكي واللي قالت انها هتمشي على سياسات بايدن في دعم أوكرانيا ودعم الكيان عسكريا يعني الحزب الديمقراطي لو فاز في الانتخابات الأمريكية على ترامب هتكون بداية الحرب العالمية الثالثة ومن هنا أمر بطن الجيش الروسي بالاستنفار الكامل وابادئ أكبر منورة بحرية استراتيجية هي الأكبر في روسيا وده الهدف الأول من المنورة الروسية الضخمة المحيطة الفين 24 اللي سعداده للإستنفار العسكري لمواجهة أي تطورات عالمية ممكن تحصل من فكرة استخدام أسلحة أمريكية لضرب موسكو الهدف الثاني من المنورة المحيطة الفين 24 هو تبادل خبرات العسكرية الكبيرة بين أساطيل روسيا المختلفة دلوقتي على مدار سنتين ونص من بدء حرب روسيا وأوكرانيا أسطول البحر الأسود الروسي وأسطول المحيط الهادئ دولا رجال أكتر أسطولين بحريين في روسيا حربوا في أوكرانيا واكتسبوا خبرات عسكرية كاملة في مواجهة قوات النيتو ومن هنا روسيا بتنفذ منورة بكامل أساطيلها عشان تبادل الخبرات العسكرية المختسبة بين الأساطيل اللي شاركت في حرب أوكرانيا وحرب النيتو وبين الأساطيل الروسية التي لم تشارك في الحرب وده جماعة بيعزز الخبرات الروسية وبيعزز مستوى الاحترافية ومستوى كفاءة الأفراد وكفاءة القيادات والضباط والجنود البحريين والتأكيد على الجهزية والسداد القتال للأسطول البحري الروسي من الغواصات والسفن والأسلحة والتجهيزات واللوجستيات على تنفيذ أي مهم عسكرية مهما كانت الهدف الثالث من المناورة الروسية الضخمة تعزيز مستوى التعاون العسكري المشترك بين روسيا والصين وإيصال رسالة حاسمة لقوات النيتو أن أي حرب عالمية تحصل هتكون الصين مع روسيا وروسيا مع الصين الهدف الرابع لمناورة المحيط 2024 الضخمة وده يركز عليه بوتين أما قاله أن المناورة الروسية مش هتكون بحرية بس إنما يشارك فيها قازفات روسيا الاستراتيجية بعيدة المدى وإحنا عارفين أن قازفات روسيا مسلحة بصواريخ أسرع من الصوت صواريخ بحرية مضادة للسفن ومضادة لحاملات الطيرات الأمريكية وهنا القازفات الروسية بعيدة المدى بتستعدد الوقت لتنفيذ تدريبات عسكرية استراتيجية لاستياد وقانص حاملات الطيرات الأمريكية اللي بتعادي جماعة دور التاج القوات الأمريكية ورأس حربة هجوم الجيش الأمريكي اللي بتدمرها خلاص الجيش الأمريكي انتهى فعلا إكلي نكيا وكمان في هدف خامس هتكلم عليه إن شاء الله الفيديو الجاي بالتالي احنا قدامنا دلوقتي خمس أهداف رئيسية روسية روسيا بتسعى لهم من فكرة تنفيذ أكبر منورة بحرية روسية بتحصل في روسيا من 30 سنة نائب أوكراني اتهم قائد الجيش الأوكراني سيريسكي بتزييف البيانات العسكرية وتضليل الرأي العام وإخفاء الوضع الحقيقي للقوات الأوكرانية في دونباس نائب البرلمان الأوكراني بيتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية سيريسكي بالتلعب بالبيانات العسكرية لإخفاء الوضع الكاريسي في دونباس وقال النائب الأوكراني أن سيريسكي بيحاول دلوقتي يخبي فشل الجيش الأوكراني في دونباس من خلال الادعاء ببيانات زائفة وتقليل الخسائر واخفاء البيانات الفعلية وقال ان سيريسكي حتى بيخبي جزء من خسار اوكراني عن الرئيس الاوكراني زيلينيسكي بنفسه دلوقتي يا رجالة العسكرين ما بيوصلوا لمرحلة دي مرحلة عدم الشفافية واخفاء الانتكاسات وتضليل القيادة العامة والرأي العام في اوكرانيا اعرف على طول ان الهزيمة الشاملة بتقترب جدا في اوكرانيا سيريسكي بفقرني بالضبط بالقادة الالمان العسكريين في الحرب العالمية التانية اما الهزيمة اقتربت جدا من المانيا وبرلين اتحاصرت من قوات الجيش السوفيتي واتال قادة الالمان ريحوا دماغهم على الاخر وقعدوا يبلغوا هتلر ببيانات زائفة واخبار وهمية عن الهجوم المضاد الالماني لكسر حصار برلين وهتلر فضل مقتنع ان الهجوم المضاد هيحصل من جانب المانيا والقوات السوفيتية هتتكسر لحد ما تفاجه هتلر بالدبابات السوفيتية بتحاصر حصنه المنيع في قلب برلين اهوزلينيسكي دلوقات يوصل فعلا للمرحلة ديت ما عادش عايز يسمع غير اخبار زائفة عن انتصارات وهمية وتقدم زائف وهجوم زائف وهنا سيريسكي بيعمل مع نفس اللي عمله القادة الالمان مع هتلر في الحرب العالمية التانية تزييف الاخبار تضليل الرأي العام في اوكرانيا اصال اخبار وهمية وانتصارات زائفة وهنا هزيمة اوكرانيا الاستراتيجية بتقرب جدا روسيا اعلنت القضاء على اكتر من 11400 جند اوكراني في كورسك وتدمير مئات الدبابات لعبر كورسك وبكده رسميا تم تدمير اكتر من 92% من القوات الاوكرانية اللي دخلت كورسك اوكرانيا حاولت تنفيذ 6 محاولات مضادة فشلة لكسر الحصار الروسي في كورسك لكن سيتم محاولات بقت بالفشل التام وزي ما قلت في الفيديو السابق اللي نشرته العصر هيزر دلوقتي لينك الفيديو على الشاشة قلت ان من اسباب هزيمة اوكرانيا انها بتخوض الحرب مع روسيا بنفس الافقار بنفس النمط بنفس الملل وان اوكرانيا مش عارفة تنطاقل ابدا من الاستراتيجية الى التكتيك وده جماع سبب مباشر في هزيمة اوكرانيا العسكرية المزلة امام روسيا بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة كمان الاشتراك في القنوات الاحتياطية هيزر لينكات القنوات الاحتياطية في اسفل الفيديو وفي التعليق او التعليق اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته